السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلا وسهلا بحضراتكم معكم أحمد عبدالهادي من قناة مصر الجماعة اللي كانوا بيقول الولايات المتحدة الأمريكية محصرة فلادمير بوتين وإن هي هتوريه الويل وهتبقى أيامه أسود من قرن الخروب وإن خلاص فلادمير بوتين اتهزم يا رجالة والكلام ده كله الناس دي فيهم هل تتخيلوا حضراتكم والكلام موجه للجميع هل تتخيلوا حضراتكم إن فيه في قلب الولايات المتحدة الأمريكية أصوات رسمية دبلوماسية سياسية شعبية من قلب الولايات المتحدة الأمريكية الأصوات ديت بدأت ترقع بالصوت الحياني وتقول يا أمريكا لازم تنسحب من المستنقع الأوكراني وإن كنت تتوقف الحرب ضد روسيا خوفا من غضب فلادمير بوتين لأن فلادمير بوتين يوم ما يتلاقيش حل هتبقى أيامكم سودة وهيفجر الدنيا لأن فلادمير بوتين لو غضب الساحة العالمية كلها على بعضيها سوف تنقلب رأسا على عقب يعني الدنيا كلها هتتقلب والنظام العالمي كله هيتغير ليه؟ لأن فلادمير بوتين غضب لأن فلادمير بوتين طار هم عارفين كويس جدا مين اللي بيلعبوه تخيلوا حضراتكم أن أعضاء الكونجرس الأمريكي قالوا بالحرف الواحد إحنا بالشكل ده لو استمرنا في الحرب ضد روسيا وعيدنا سودة هنفتقر هنشحط من الصين هنقترض من دولة الصين وصلت المسائل يا سادة إلى درجة أني هنريك سينجر وزير الخارجية الأمريكية الأسبق وده طبعا تصريحاته مش تصريحات عادية ده واحد دماغ واحد كان أحد مهندسي السياسة الأمريكية في حقبة زمنية استراتيجية جدا الراجل ده قلب الحرف الواحد لو فلادمير بوتين حس أنه هو قرب من الخسارة هيغضب وإذا غضب المسائل هترتد على النظام العالمي كله وهيجيب علىها وطيها هذه واحدة إلى درجة أن هنريك سينجر قال أيضا إيه المانع أن أوكرانيا تتخلى عن الأراضي اللي سيطرت عليها روسيا خلال السنوات اللي فاتت عشان نفض الاشتباك ده تخيلوا حضراتكم آه زي ما بقولك كده زي ما احنا بنقولها على السوشيال مين زي ما بقولك هو كده فعلا الوضع يا جماعة الناس كانت بتهجمنا وتقول أمريكا ربا السياسة أنت إزاي أنك إنت محلل أنت إنت ما بتفهم شي ده أنت أنت بتتعامل مع مؤسسات لا يا حيلتها حاول أنك إنت تتذاكر وتعالى أوريك جزء مما نشرته وسائل الأعلام الدولية بما فيها الصحافة الأمريكية والصراخات التي انطلقت من قلب الولايات المتحدة الأمريكية للتراجع عن هذه الحرب حتى لا تقصر أمريكا أقصر مما خثرت هذه واحدة الحاجة الثانية أن فيه ناس بترقع بالصوت الحياني بعد الانهيار للاغتصادي الحادث في قلب أمريكا واختفاء الكثير من السلع الاستراتيجية المهمة جدا إلى درجة أن الكثير من دول العالم بتحاول تنقذ أمريكا عشان توفر لها السلع دي ما انتش آري تعال معايا وأنا أقول لك فاكرين التصرح بتاع وزير الإعلام الإخواني صلاة عبد المصود لما الصحفية سألته وقالت أنت هتعملوا كذا 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 إزاي قال لها بتعليل المكتب وأنا أقول لك يخرب بيتك هتقول إيه وده صحفية زميلة صحفية طبعا طبعا فضحيته تعالوا بقى حضراتكم نتفرج على بعض التصريحات ديت الكلام ده النهاردة يا جماعة هندري كيسينجر يدعو أوكرانيا للتنازل عن الأرض الروسية ويحذر الغرب من محاولة إزلال بوتين بيحذر الغرب من غضب بوتين لإني لو إن كنتم فضلتم مستمرين بنفس الطريقة دية يبقى في الحالة دية النظام العالمي كلها يتغير وكان قبل كده برضو كيسينجر يدعو واشنطن لتجنب مواجهة بكين بشأن تايوان ثم سيناتر أمريكي يعلن معظم الأمريكيين يعارضون حربا مع روسيا ثم أزمة حليب الأطفال في أمريكا أسرار ورطة جو بايدن ثم أزمة حليب الأطفال في الولايات المتحدة إليك كل ما تريد معرفته دية منشتات المنشتات بتأكد صحة ما نطرحه لحضراتكم من تحليلات ومعلومات يعني إحنا ما بنجيبش حاجة من بيت أهلنا لمؤاخزة واخدين بالكم من بيت أهلنا لمؤاخزة دية قعدة مصطبة هيه بعيدا عن السياسة يعني بصراحة ربنا أنا بتدايق قوي من الألفز والمصطلحات المتعجرفة أنا بحاول بقدر الإمكان إن أنا أنساها بالمناسبة أنا عند أكثر من 14 كتاب في مجال السياسة هذا فقط لغير تنويه لبعض الناس اللي بتسأل أنت بتفهم إيه في السياسة عند 14 كتاب ده على ما أسم يعني معظمها في مجال الإبداع والسياسة الدولية بالإضافة إلى أن العبد الفقير إلى الله أدو نقابة الصحافيين المصريين ورئيسا لتحرير عدد من الصحف وكنت رئيسا للاتحاد الدولي للصحافة الإلكترونية ودي جملة اعتراضية عشان بس بعض الناس اللي بتهاجمنا وتقول مين أنت؟ أنت متصور نفسك أنك أنت بتفهم أحصن مش عارف من مين والبتنجان بالمناسبة أول قناة على اليوتيوب يديرها أعضاء نقابة الصحافيين المصريين بعيدا عن الشغل كهواء ده فقط لغير ردا على الحملات الهجومية الشرسة اللي بتجيلنا عبر التعليقات أو عبر الإنبوكس تيجوا بقى نرجع لموضوعنا وزير الخارجية الأمريكي الأسبق يندريكي سينجر في المنتدى الاقتصاد العالمي في ديفوس بسويسرا قال إيه بقى حضراتكم؟ على أوكرانيا التنازل عن الأراضي الروسية اللي هي دخلتها روسيا زي شبه جزيرة القرم وزي جزء من دونباس وبنان علي أوكرانيا تنازل يا ماما عاوزين نخلص الدور الراجل شايف الخطر الجماعة في السياسة الأمريكية من يدير البيت الأبيض عنده زهايمر الراجل متخلف عقليا فعلا الراجل بيصرح تصريحاته بيهلفط فيها كيسينجر شايف أن أمريكا في ورطة والغرب في ورطة إيه يعني لما أوكرانيا تتنازل تفتكروا حضراتكم لو أن أوكرانيا أو حلف شمال الأطلسي وأمريكا كانوا منتصرين تفتكروا كيسينجر كان هيقول الكلام ده مستحيل ساعدتك بالمرة ليه؟ لأن الراجل شايف ما لم يراه الآخرين الراجل راسد تطورات الأوضاع لو كان هناك تمت انتصار أو ضوء في نهاية النفق المعتم المتنيل بستين ألف نيلة وأسود من أرن الخرب أنا مش عارف أهو أرن الخرب ده وأسود من أرن الخرب لو كان شايف ضوء كان قال لا استمروا في المعركة إنما الراجل بيقول أكرانيا ما تتنازلي معنى ذلك أن التحليلات وصلت إلى درجة إن القيصر الروسي فعلا محقق انتصاراته عامل لمس أكتاف للجميع تخيلوا حضراتكم كان النهاردة هو والصين بيستعرضوا إجراءات عسكرية ويستعرضوا العضلات العسكرية بتاعتهم بالتنسيق مع بعضيهم يعني تمتوا عزل أكثر من كده يعني ده ده اغتصاب مع سبق الإصرار والترصد هيدر كيسينجر بيقول أنا بحذر الغرب من هزيمة روسيا يعني يوعدوا تفكروا إن كنت هتهزيمه روسيا وبحذركم من إن روسيا لو اتهزمت ده هيؤدي الزعزعة الاستقرار العالمي وهيؤدي في النهاية الغضب بوتن تخيلوا حضراتكم لما روسيا تتهزم فهيحصل رد فعل من بوتن هيهزم العالم كله يعني تخيلوا الراجل بيستنتج إن لو روسيا اتهزمت هتدمر الدنيا طب تخيلوا حضراتكم لو ما تهزمتش كل المؤشرات بتؤكد بملادع مجالا للشك إن قيصر روسيا محقق انتصارات غير عادية إلى درجة إن هنريكي سينجر بيساوم وبيطلب من الجميع طبعا هو بيواجه الرسالة الأوكرانية لكن الحقيقة أنها موجهة للناتو سيبوا الراجل سيطر على أجزاء من أوكرانيا سيبوا ياخدها يا بابا سيبها يا حبيبي سيبها لأنك أساسا لو ما سبتهاش دلوقتي هيبقى وقتك سودة النظام كله هيختل ومش في صالح أمريكا الراجل كان ناقص يقول يا أمريكا أنت هيتم إزاحتك من النظام العالمي كله هيحصل فيه خلل يا أمريكا اللي هو إيه أمريكا دلوقتي مسيطرة على النظام العالمي أمريكا لو فضلت مستمرة وبوتن لو يتهزم هيطيح بأمريكا من النظام العالمي كله تخيلوا يعني راجل لما يتهزم هينتصر على أمريكا وهينتصر على الناتو وهيغير النظام العالمي ده لو يتهزم طب تخيلوا الراجل محقق انتصارات غير عادية وبدأ ينسق مع الصين بشكل غير عاد وبدأت تظهر التنسيقات في العلن الكلام ده حصلت إمتى التنسيقات دية تمت إمتى في حاجات تحت الترابيزة بتحصل ثم بيقول يجب أن نبدأ المفاوضات في الشهرين المقبلين قبل انفجار الاضطرابات التي لن يتم لن يتم التغلب عليها يعني احنا قدامنا شهرين نحاول نستوعب الموقف لو ما استوعبنا همشي وعدنا سودا النظام كلها يختال ثم قال أن الحرب القادمة هتكون جديدة من نحة يعني غير مسبوقة وعلى أوكرانيا التسليم بالتنازل عن الأراضي التي سيطرت عليها روسيا مثل شبه جزيرة القرم وجزء من دوسك تخيلوا حضراتكم جزء من الأراضي التي سيطرت عليها روسيا في القرم ودونتسي تاخدها ليه حضراتكم؟ تاخد الأراضي دية وانسلم بجزء من الخسائر أفضل من الخسائر القادمة اللي كلنا هنتحمل نتيجتها لأن في غضب بوتن هزيمة للجميع تخيلوا حضراتكم تعالوا بقى أشوفوا السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري راندي بول قال في مقال له في صحيفة فيدراليست قال إيه بقى حضراتكم؟ وطبعا حضراتكم شفتوها أو شفتوا صورة منها موظم الأمريكيين بيعرضوا الحرب مع روسيا وبيطلبوا بتقليص التواجد العسكري الأمريكي في الخارج وقال بالحرف الواحد أن توريد أمريكا الأسلحة الأوكرانية تربط القدرات الدفاعية الأمريكا ذاتها تخيلوا لما سيناتور أمريكي يعترف بأن الأسلحة اللي ودتها أمريكا عملت خلل في القدرات الدفاعية الأمريكية يبقى معنى ذلك الأسلحة اللي راحت لأوكرانيا ديت إيه؟ أسلحة غير عادية أمريكا بشكل مباشر بتحارب روسيا ورغم ذلك لم ينتصروا على روسيا ورغم ذلك على الرغم من اهتزاز القدرات الدفاعية الأمريكية بسبب توريدها للأسلحة السقيلة الأوكرانيا إلا أن أوكرانيا لم تحقق الانتصار وروسيا لم تنهازم تخيلوا حضراتكم شوفوا الرجل بيقول إيه كمان أمريكا أفرقت الترسانة بتاعتها العسكرية تقريبا من خلال تسليم الأسلحة الباهزة السمن لأوكرانيا وقال لو أمريكا فضلت مستمرة بنفس الطريقة دية إحنا هنضطر للإقراض من الصين لتوفير المساعدات لأوكرانيا حدث ذلك في نفس التوقيت الذي تشهد فيها الولايات المتحدة الأمريكية انهيارات غير عادية الناس اللي كانت بتقول انهيار إيه أبو يا انهيار شفتوا جزء من المنشطين ارتفاع نسبة التدخم ارتفاع نسبة الأسعار اختفاء السلع الاستراتيجية اختفاء لبن الأطفال لدرجة انهيارت بايدن تشعر بورطة غير عادية وعملت جسر جو أوروبا عابر للقارات لمحاولة التغلب على الأزمة وبعض الناس لازالت بتقول لا أمريكا هي التي انتصرت على العموم معانا العديد من الحلقات الهمة جدا الساخنة جدا التي تكشف السطارة عن تطورات الأوضاع الدولية اللي احنا بنحطها موضع البحث والتحري والرصد والتقييم بعيدا عن الأهواء تابعونا